يلا اقول لكم ازاي تعملوا بوفتيك لحم طري جدا من جوا ومقرمش جدا من برا عندي نص كباية من مية البصل هحط عليها ملح وفلفل اسود ورشة من جسط الطيب والكمون هحط عليهم بطين وربع كباية من المية الفوارة والمكون السحري ده بقى الكيوي هعصر حباية كيوي بالشكل ده وبعدين هحط عليها كباية ونص من الدقيق ونص معلقة من السكر وكده التدبيلة بتكون جاهزة تدبيلة بتخلي اللحمة تدوب هسيب اللحمة فيها ليلة كاملة أو على الأقل 6 ساعات وهحضر بقى الطبقة الخارجية للقلي وهي كوباية من البقصمات نص كوباية من النشا وهتببلها برشة من الملح والفلفل الأبيض وجسط الطيب وبعدين بقى هاخد قطعة اللحمة بتاعتي كده احطها كويس في البقصمات واضغط بإيدي واشيل أي زيادة وبعدين هدخله من الفريزر قبل القلي لمدة نص ساعة بعدين بقى افتص على منورة حط معلقة من السمن ومعلقة صغيرة من الزيت وهبتدي أقلي كل جنب تقريبا هياخد من دقيقة لدقيقتين طلعتها هوتها كده على الشبكة وبعدين قدمتها وبالهانة